السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم وقناة أجيال أندلس كل جديد وكل أكيد الوزارة قالت هتقفل يعني هتقفل مش عارف يعني في حاجة سبب وزارة هتقفل وزير التعليم بيقولك عاوز 11 مليار من المالية عشان أقدر أتكمل المسيرة ومش هكمل من غيره بيهدد ما تعرفش وعاوز إيه المهم الدكتور طرق شراءه إيه أطلق تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتوانات اللازمة لوزارة المالية لوزارة الرباع التعليم ومشهر الموازنة الجديدة 2020 وقال لك خلال اجتماعه في لجلة الخطة الموازنة في مجلس النواب اللي هو مزع جدا من صرفات وزارة المالية من طرقاء نفسها دون رجوع إليه قائلا لو ما خدناش اللي احنا عايزينه المرة دي مشروعة طرق التعليم هيقف وده مش تهديد يا جماعة ده احنا بس عاوزين 11 مليار مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل لو ما خدش 11 مليار عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين وليس لدينا رفاهية الحوار كلام كتير والأيام اللي جاءتك شوف حاجات كتير وقال لك تفاصيل المبالغ اللي طلبتها الوزارة اللي طلبتها الوزارة لم توفق عليها وزارة المالية وهم 39 مليار ما بين المقترح والمعتمد و 16 مليار لزيادة المرتبات و 64 مليار للأبنات تعليمية و 49 من 10 مليار تطور تابلت و شبكات و 800 مليون للكتب و 12 و 7 من 10 مليار طلبات مدريات و ديوان عام الوزارة بالله عليكم الأرقام دي تخض 39 مليار بين المقترح والمعتمد و 16 مليار جنيه عشان مرتبات و 4 و 6 من 10 مليار للأبنية والتابلت و الشبكات 4 و 9 من 10 مليار خبر السود 800 مليون جنيه للكتب اللي بعد كان بتحط اللي فيه الطعمية و 12 مليار و 7 من 10 مليار طلبات بس المدريات و ديوان الوزارة أسطرها علينا يا رب جاه كل الكلام ده خلال الاجتماع واللجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كان بالقاس الدكتور حسان عيسى اللي كان بيكمل و مراجعة الموازنة كلها 20 و 20 و اللجنة نقشة الموضوع ده مع وزارة التربية التعليم و موازنة البرامج والأداء والخاصة و كلام ده كله و موازنة الاستثمارات و كل الكلام ده كان بحضور وزارة التعليم يا طارق الوزارة تقفل فعلا هنشوف و يا طارق الكلام ده شاعة و اللي حقيقة برضو هنشوف و لغاية دلوقتي الكلام ده حقيقة و هيطلع بعد كده الدكتور طارق أكيد هيقول حاجة تانية هيقولك مفيش بيننا وبين الوزارة أي مشاكل و بكرا نشوف اللي جاي ايه الله اعلم انتظرون في قناتكم قناة اجيال الاندلس لكل جديد و كل اكيد في امان الله انشر الفيديو حتى اتعوم الفائدة و اعمل لايك لو اجبك الفيديو حتى اصل لك جميع في امان الله